خلاص رسمياً لها سوبر بين الأهل والزمالك وأهلاً بنادي بيراميدز اعتذر الزمالك أو انسحب من السوبر مش دي الحكاية مجرد مسميات وبالتأكيد خسرنا الزمالك الاسم الكبير أمام الأهل في السوبر في نفس الوقت كسبنا بيراميدز بنجومه الكبار علشان نضمن سوبر كبير أيضاً وتكرار لنهاء كأس مصر الأهل بعفضلية الحالة الفنية والمعنوية وأيضاً البدنية ولكن يبقى بيراميدز منافس صعب مهما كانت الظروف نتمنى احتفالية مصرية مشرفة في الإمارات ونتمنى للمصريين هناك وهنا متعة قروية كاملة إن شاء الله يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بصوا لكم بصراحة شديدة جداً جداً الواحد وهو بيحضر حلقته وهو بيحضر الكلام اللي يطلع يشاركه مع حضراتكم في قسط هذا الكم الكبير من الجدل وخلينا أقول الجدل عشان أخفف الألفاظ أو المسميات حالة كبيرة وصعبة بقالها أيام لو حاب يحضر طيب إيه الإيجابي؟ إيه الكويس في الموضوع؟ طب يا جماعة نتكلم على إيه النهاردة؟ طب تعالوا نقفل الصفحة القديمة ونفتح صفحة جديدة كل ده الواحد بيقعد يفكر فيه عشان يطلع بشكل إيجابي أفضل يعني لصحتنا النفسية وحالتنا المزاجية طبيعي يعني طبيعي وأنتم بتعودين بيننا على كده إنه مش لازم كل حاجة تبقى سلبية بسوا في حقيقة الأمر لما فكرت في الجزئية الأخيرة دي اللي هي بتاعت إنه نقفل صفحة قديمة ونفتح صفحة جديدة الصفحات خلست 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 من حالة دائمة من عدم التقدير للوضع الرياضي في مصر عدم تقدير للكورة عدم تقدير لعشق الناس للكورة من الكل بصراحة من الكل من الكل عشان بس أنا عارف دايما بيبقى الواحد أو السادة المشاهدين يعني المشجع اللي بيحب فرقته بيبقى مستني يشوف حد يعني يقول اللي هو بيقوله بس أنا ما بعملش كده يعني ايه مش عايز أعمل كده مش عايز أعمل كده ليه عشان ده مش هيحل ولا هيربط هو في حقيقة الأمر في هذه الأزمة وهي أزمة إحنا كمحبين لكرة القدم إحنا المصريين إحنا العرب خسرنا مواجهة كبيرة بين الأهل والزمالك مواجهة عربية كلاسيكية واحدة من أهم الدربيات في العالم الأهل والزمالك ده مصنف من أهم الدربيات في العالم خسرناها خسرناها السبب إيه هنقعد نتجادل ونتكلم ونتناقش وكل واحد يطلع دفوعه بس أنا واقف عند النتيجة نتيجة ما فيش مطش بين الأهل والزمالك يوم الجمعة القادمة في السوبر أنا بقى هقفل لك كل اللي فات وهقول لك في الجديد سادة المسؤولين عن كرة القدم المصرية لو سمحتوا كثير من الانضباط كثير من اللوائح الواضحة كثير من القوانين الراضعة كثير من الالتزام خلونا نعيش زي ما الناس بتعيش كرة القدم والله سهلة والله سهلة موضوع بقت مباريات إعلامية ومباريات على السوشال ميديا ومباريات عبر البيانات الرسمية مباريات بس مش مباريات حقيقية مباريات خيالية في الملعب نادرا لما بنشوف نفس المنافسة خارج الملعب موجودة في الملعب ووصلت لمرحلة إنه بقت المنافسة خارج الملعب وما بقتش أصلا موجودة في الملعب خلاص الزمالك خارج السوبر المصري بقرار رسمي من مجلس إدارة نادي الزمالك